اشتركوا في القناة والسؤال اللي بغيت نقول لك هو علاش من 2013 وانتي كتعرفي الحقيقة كتعودي لخواتتك وما تنسقش الخبار ما كتقوليش لي علاش اتخالت اخدت الزوجة ديالي من اللي كتاشفه الغتيصاب قلحت وما كتاشفه الغتيصاب وستروه قلت لي بابا انا انا مغتاسبا وانا ضارت بيالارض اشتركوا في القناة قلت لي المدير ديال الوكالة البنكية ديال البنكة ديال البنكة بلا مندق رئيسن دياله آلو خاليد كده يا ربي خير عندك اخي واحد الشاك فيه مياه وعشرات المليون مياه وعشرات المليون بينك قوسين في كورونا مياه وعشرات المليون في كورونا قلت ليه ما يمكنش موسيقى 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 مشاهدينا كرام مرحبا بكم معنا مرة اخرى كما تبعتم معنا مقتطفات من فيديو السابق لعدد كبير من المغاربة تبعوا القصة دياله الموضوع ديال خاليد احتراما للرأي العام والتي تنوير كذلك الرأي العام اننا سنعطون وبدع الملف الاخ خاليد من مدينة الريباط اعطار ببنية انكبرت وصلة الواحد السن ويتفاجئه بصير صادم الابنة ديال خاليد قلت لدك شي اللي كانت تتعرض له من طرف الخال دياله اللي هو الاخ ديال الزوجة دياله اشكالية كبرى في الموضوع وكذلك مستجدات صادمة تبعوا معايا خاليد عدد كبير تبع القصة ديالك واحتراما للرأي العام من الناس الجدد الى كان ممكن تعود معايا القصة من الاول كيفاش لابنة ديالك تقول لك اجي معايا البحر وغطا تكسر لغير لك الحياة لما هو اسوأ انت رجل ديال تيجارك امور خرانة كنعرفها كتعاني منها الشيق النفسي وامور اخرى احاود لي القصة من الاول واش هنقول لك استاذ اول حاجة بعدها هي ان البنت ديالي فجأتني في الباك المتحان ديال الباك المتحان ديال الباك انها الاربع باك انا اقل فلاشية قلت لي بابا بابا قلت لك واحد السر قلت لي ايه قلت لي منخرجوا للقهوة معمار بنتي قلت لي مشوا للقهوة مو مختصر باش منطول عليكم مشيت معه القهوة انا اترق البحار في المارة تمت غذيك انها ذرانوية قلت لي بابا قلت لي اقول لك انا مغتاصبة قلت لي كيفاش مغتاصبة تخلعت هنا ايه تفاجأت قلت لي في البلاسة قلت لي كيفاش معا من شكون قلت لي يا خالي دال لي وفعل لي واترك لي واشدال لي وقلت لي انا الارض حسيت باتها الدور ديال الساعة حاولت ملك نفسي وقلت لي بنتي في السريلية بلتي احسن قلت لي يا بابا من اللي كانت صغيرة من اللي كانت عندها 8 سنين وهو المغتاصب كبر منها كبر منها بشي 9 سنين وشي حاجة 9 سنين وشي حاجة تقريبا 10 سنين باش كبر منها بشي 9 سنين ونص ان الدري كان عنده 18 سنة 17 سنة والبنت عندها 8 سنين كي يجي للدار تيبات معانا اخو المرأة ديالي تعشى معانا تيبات معانا كينوض بالليل كيدير الفعلاء دياله المرأة اللولى والثانية والثالثة والبنت عندها 8 سنين هو خالها كبر تضغط عليه مرأة بعد ذلك كتقول لي يا بنتي كتلم لي صفرنا للشمال انا كن صفر للشمال في الصيف حل الناس كمشي لتي طوان كمشي المارتي كن كريدار وذلك شي كندي معي مارتي كندي معي بنيتاتي كندي معي بنيتاتي كندي معي ياد نسيبي تنقول نسيبي عنده 18 عام 17 عام قالص يمشي معايا كتقول لي المرأة ندخويا قلت نقول لها مرحبا يمشي معانا يأكل معانا يشرب معانا يدخل البنتك يعومها يدخل لها ذلك شي في الماء قلت لها بابا يدخلني الغارق ذلك ساعة البنت عندها 9 سنين 10 سنين حضرت سنوات ويوم يرس على ثلاث سنين ويمرس عليها حتى هي قلتها لأم دياله من البنت دياله كبرت ذات 11 عام قلتها لأمها من اللي قلتها لأمها قلتها لأم غوتات عليه غوتات على المرأة دياله غوتات على أخوها أخوة المرأة ديالي بلا منذكر السمية دياله أخوة المرأتي اللي صغر منه قبطات بنتي وداتها للطبيبة هالورقة ديال الطبيبة هاي قام نروحنا بالدليل اداتها للطبيبة قلبتها قلبتها للطبيبة قلتها شنو؟ قتلى روح ذمو الزرعة .. لأداك شي حاولت الثقاف مو الزرعة قتلى الملاد البنتها صغيرة ملاتها قتلاها قلتها او بيت نقلب الفرج ديالها واش بنتي ولا مرأة أو كذا قلت لعي كيف اشوق عليا قلت لعي واحد مزرعة احدانات يدي لاذاك الشي الصقاف مزرعة المو معلنة شي بس عن طبيبة هاي عنا في التاريخ هاي يارا كل حاجة بالدليل ديال هاي في 2013 هاي هاي يا خيلك انت تتبعين 2013 لاطي ستاسيون داباد لاطي ستاسيون قتاز جبتاك هاي داباد في 2020 مليح خبراتني لبنت ديالي فات لبنت 18 سنة وخبراتني ونسألنا عند البوليس اقتربنا الشيكاية هاي بدأتو يتسنطول اي عدد قلت المغتصب و這ك الشي ودخل الواكي المالك دخل معنا على الخط وامر بالاعتقال ديالي لانother انا شجلته عندي شجيل دياله جا عندي اللي الدار وهو واخوته كيف يرغبوني الادر الشيكاية كيف يرغبوني يقولي وش نعسي معا البيت تقولي نعسي معاه هاي كو وو انا صابر كنشجيلا باش متعدد شجيل الواكي المالك باش يتعتقل فأنت تتقل الوكيل ملك وسمعه وسمعاته وواكيلات الملك بلا ما نذكر الاسم لأجيزة بخير وامرت بالاعتقال لليلو والتعتقل والبوليسته هم اعتقلت لهم هذا الورقة لليل طبيبه وقالت لهم مراته بنتي في 2013 وحد طبيبه وانا انا ما عرفتش فين كينا بقيت الحمدلله تنقلب القيتها أعطيتنا هذا الاتصال والبوليس لم يكتفى وش بيت الاتصال قالوا لي باللاتي احنا غير نمشيه عندها لا تقول لأولوه لا تدرى مع احد مع طبيبة ما هو ومشيئوا البوليس داروا ليها تنقلوا لي أنه لم يحضر السيماء ومشيئوا عندها ثلاثة البوليس واحد واقف في الباب و يدخلوا عندها الداخل و يدروا على محضر و جبعت لهم من الباسي من الباسي جبعت لهم الطبيبات تاريخ مكتوبة في 2013 وقتاج جابوا بنت يفحصوها و جابتها خالتها خط المراد يالي اللي صغر منها هي اللي جابتها و ذلك شيء تابت لماذا جدت البنت للطبيب؟ من اللي هو ما كينوالوه؟ لذلك شيء كين الاغتصاب؟ و عاوتيني مرة ثلاثة في الدار ديالهم هو فلوسيون كانت مشيئة مرتية وبنتي يلتماه بعد كيفش كي هذا؟ مو معي ما يمارسلي على البنت عدد كبير من المرات هنا بش ترجعوا للإطار القانوني قد يرجعوا لي من بعد هنا الزوجة ديالك كانت على الطلاعة واختها قلتها ليها ماذا دارت مرت كديس؟ هم تستروع الموضوع في عامة ثلاثة وخير واجهتي هدا بنت من اعطار فاتلك البنياء وخيرت لك كل شيء واجهتي المرة شو أرد فعل دياله لمرتك؟ نعم لي واجهت المرة واجهت المرة واجهت المرة في عامة ثلاثة في عامة عشرين قلت لي بنتي ذاكي ليس أن تقوم بالشيكاية قلت لي المرة احنا ندينا البنت للطبيب ملينا ندينا البنت للطبيب وهادا وش في الحمدوح حاولنا نزع ليس أن نسترو ذاك الشيء حاولنا نستردك ، أقول لها بنتك هذه رأي بنتك هذه ، لا يوجد شيء لعلب لا تبعنا نحن الشيكاية بنتي قمت بتديها دائما بنتي لك الساعة في 2020 كانت عندها 18 عام و 3 شهور هي اللي قمت بتديها ، لا دخلها لي أنا فيها لا كانت شخصة يدر شيء تنازل أو شيء يدر شيء بنتي عندها 18 عام و 3 شهور قمت بتديها الحمد لله ومشينا عند وكلة ملك الله جيزاء بخير قمت بتديها عيطات لنا وستقبلتنا وعرفتش من بنتي استفسراتها عرفتش معنى ذلك شيء واقعي وذلك زوجة باتش هذي ودرنا الشيكاية نضغ خوتها جاءوا عندها للدار جوج خوتها أمها خوها عنده 46 سنة وخوها عنده 44 سنة كبار من غير هذا المغتصب جوج ديال خوتها كبار والأم ديالها جاءوا للدار وصدوا علي باب الدار دخلوا قلسوا معالدة وصدوا علي باب الدار بالداريجة جروا عليها نضغ Ende الشيكاية هذه الشيكاية عندي شكاية بهالت firing من بيت الزوجية العيد التضم بيت الزوجية ومشيت تلذيب الواكي pour at athletes وجاءوا معنا البوليس للدار عرف reformless cticaкими اونا كانت ن girlfriend أقدمت خارج بيت الزوجية جاءوا مع يوم لثazi avan بيت الزوجية الحلقت اللي الريم حلت لم dating بوليس دقوا عليه قلت له ما هو اللي هو اللي خرج انا مجريش عليه قلت لهم لا معايا ندخل مشاو معايا دخلت دخلت للدار شفت بنتي صغيرة ودك الشي بنتي هادخصة بيت نشري لها شي حليب وشي حاجة خرجت من الدار خرجت 15 دقيقة مشيت عند البقال خديت دك الشي اللي يقسم الله جيت جيت بيت ندخل عاوتين بغتش تحليها تليفون بينها وبين اخوتها وبين امها ودك الشي ما عاوتيني ضربت سبعة شهور سبعة شهور وعلا برحت جاش عندي ايا نراسا هو الراسا شافت راسا ما درت بالواب او اخوتي الراسا عندي انا قلنا قلنا قلص عند الف أخ ديالي 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 ما Brother تماني شديم عندي إبو حيدي Kenya ما هو عيش أعيش يحد ولا تندم على الحال هنا انا في الفيديو السابق اللي كنا وضعنا قلت كيفاش نجا ملقيتي الشيكات ملقيتيش الوراق ديالك ملقيتي كل شي تهزم الطار كيفاش مللي تم الطرد ديالين بيت زوجيه ذيك الساعة كنا الله في شهر 8 كنا ذيك الساعة القاضية عند البوليس كيتصنطولي انا تصنطولي البنتي كيتصنطوليهم هما والشهود وذك شي ذيك سعاجرين عليا وما عندين الشيكات ديالي فالدار وعندي ذاك الوراقات الزواج وعندي شوراق ديال الدار أيبا وشحواج اخرى وكاردقيش وذك شي زوجيه انا اريد تعتقل الاخ ذياله هم عيط اليه البوليس والتعتقل عند البوليس لانك شي شي غ tittعف لانه هو ما اعترف واش هو في ظ opinion كل نقل ليه انا واش نعس معه بنتي نكتب لي نعس معه وتنقله ع disorder йخا تقول لي كنتي واكن وحتي وخستي الاقتصا حيا وكtestanni اكتب ليه ايه وعندي قادية تحقيق وهو قادية التحقيق امر بلعتيقها لديالي لانه تعتقل عند البوليس اضوض اسحية حونس ودهدنا قادية تحقيقتها بامر بنعتيقها لديالو نعم هذي امور عرفناها. شو اللي يوقع في الشيكات وتكشير مشاهلك. النهار اللي تعتقل هو في سبتمبر. كأنها تشيكوناك يديره في شهر ثمانية عند بولي. في سبتمبر تعتقل. هير هو التعتقل دست خمسيام. كعيطوا لي البنكة. ولا اسبوب حالة كعيطوا لي البنكة ديالي. السلام عليكم خاليد. يا هذا. عندك خيوحة الشيك. بيضون راسي. قلت له. لا ما عندي لشيك. لو قلتم شحال فيه. قالوا لي مية وعشرات المليون. مية مليون. وعشرات المليون مع منا. كنت تبا مية وعشرات المليون. نشيت البنكة. عندهم قالوا يا خاوات الشكادرة معامر ومسيني. والسينياتور كتشبه لديالي. هذا كالشكل اللي هزولية من الضرنشة وزوروه. أنا بقي كنجري فيه. ده بحت اليومين هذا. ثلاثة الساعة اللي كنتكلم معكم فيها. ده برا. مهم لتعتقل وفشرة سعود. زوروا لي الشكتة وفشرة سعود. عندي سؤال مهم في الموضوع. نجي معك لأمور أخرى. بشترأ لمسوا مع القوغادين بشكل تدريجي. هاد المرة ده بمين كتواجه باتش. ماذا تقول لي يعني. هي ده باك نشوب حيلة بين النارين. واش تاخد لحقتها بنتها. واخوها غير يمشي للحبس. كيفاش هي الجواب دياله كيفاش كتشوف الأمور. والمرة ديالي باش نضرب الصراحة. جايش من أخوها. وهاتش هذا ما كان شي واحد يكون جاي من أخوها في شي حاجة من غير هاتش ديال زينة المحاريم. كن كان شي مشكل بين يبون أخوها ولا شي حاجة وجايش مع أخوها. نقوله مشكل بسيط. هذه بنتها. كبتها دي كبتها. واخوها تكرفس على اللي بنت. هنا غتقول يا عاوديني العلاقة ديالك بن سابك. عندي معلومات خراء. عاونتيهم ماديين. تقديرت تجارة. شريتي لهم من هوندا. كنا واحد ضار صغير. انت اللي عطيتها لهم فين ساكنينة. تشيكين ولا لا. واذا با هو ذاك شيكين. هي روال خير ما تيتقالش. بيتين عاود نعاود. انت اسم واحد الإنسان مثلا. ها مثلا كتعطي واحدا بالغمالي. حال ذا بنا ننسيبه دياله مشكل من عليها. الله سبحانه وتعالى تقول يا ايها الناس. انتم الفقاراء الى الله. انا فقر وانت فقر. كنا فقراء تحت الله تعالى. هنا الحمد لله انا واحد شي شوية ميسور. وخدمت مع مرتي ومع نسابي راجل. اذا ما خدمت معهم ذاك شي مكيد قالش. بحلا كنت تسمى كن من. انا ما شي كن من. تنقول زعماد الناس ما درتش معهم شي حاجة خيبة. اللي ينوضوا يزوروا لي الشيك. وينوضوا يغتصبوا لي البنت. ما درتش معهم شي حاجة خيبة. انا نهائيا. منتدك شي كتير من الافضل. زعماد. ما ندخلش في الجزئيات. انا غادي نكمل معك المستجدات الجديدة. اللي قلت في التقديم في الاول. انا غنجي للمشاهدين الكرام. نتنوى الرائي العام اكتر في الموضوع كي موضعنا في الجزء الاول. انه خليد من بعد انه اكتشف الامر من الابنة دياله. تغيرت بالدنيا ما هو اسوأ. اول شي تطرد من المنزيل. منطرف الزوجة والاخوة ديالها. كيلقى الشيك ما كينش. عمروا له هاد الشيكات تداروا الشي الجميل في الموضوع. والحق يبان. انه خليد مؤخرا. تبين انه الشيك ما شيته كي عجياله وتحكم الصالحه هاد شي صحيح. صحيح. اذا بانا تقريبا سانتين. تقريبا. اذا باشي عام وثمان شهور وانا كانت لعونه بتفاديك الشاك. ووكيل الماليك الحمد لله ديك الشيكاي اللي ادركت ديال الترضن بيت الزوجيا نفعتني. من لي مشيت عند الوكيل الماليكة قدمت راسي انا بعدها. ندويس تمنيا وربعين ساعة فاا. فعند البوليس. فاديك حراسة النظرية تمنيا وربعين ساعة. باش الله يحفظ كنت غير ماشي للحبس. الله سبحانه وتعالى لي نجاني. انا الحالات ديك كنت غادي للحبس. بعيني مغمضة. من لي مشيت عند الوكيل عند قاضي التحقيق. جابت معي شيكاي الغتاساب. اللي صاوبت الشيكاي قلت لها السيدة درا غتاساب لي بنتي بشهر 8. عندي اغتاساب بشهر 8. عندي اغتاساب بشهر 8. وعندي الطرد من بيت الزوجيا. نهار 16 في شهر 8. موم الشيكاي بجوجون في شهر 8. كتونا مطرد من بيت الزوجيا. ومور ذاك تاريخ ديال حتى نرى الجهر 15. عندي اغتاساب بشهر 9. عند شهر 9 تدفعيه الشاك. فتبين الشاك على أنه مزور حتما عندما في القاعدة ديما تصدع تزور تكون قبل منه صدع. ديما تزور تكون قبل منه موم بها الغتاساب. وذاك التصرف در للدر من بيت الزوجيا. الدل لتذك العيبة. هنا عوتي نكي استطرحي السؤال. هي الوقت اللي خرجتين تماكن المنزيل. دابانت تحلي مشكي لشياء من الأول اللي يرجعتين للمنزيل كيباش راشع اضطاتهم الشيكاة واضطاتكمها. شي ماذا قلت لك إذا هي من اللي رجعت هذا السبعة شهر جاء عند أخوتك كما تقولوا بالدريجة ورقوا عليها خافت منهم شوية وعرة خافت منهم تبعتهم هذا الشيكت منك نظرة معين على الشيكت تقول لي أنا هي بفمة قلت لي راشيك وذاك الوراق وذاك شي اللي كانوا عندي كاملين في بيت النعاس محطوطين في واحدة طبقاء محطوطين مأمنين ماشي قلت لي ازيتهم وعطيتهم الخوية باش يجيبهم ليك حتى نميز دات عليها باب الدار بديتك نعيط عليها في الواتساب في النمرة دي البنتي صغيرة بنتي صغيرة عند التيفوط نعيطها نقول لدي وزيلي ماماك قلت نقول لجمعي ليه وراقية را عندي دفتار الشيكت تمه وعندي السرود ديال القفر ديال الحانوت وعندي كذا وعندي كذا وعندي واحدة كارت قيشي جمعي لي دكشي وعطيه لي هي على ما كتقول قلت لك جمعت دكشي وعطيتهم الخوية عطيتهم الخوها الكبير باش يجيبهم ليك هاتي اللي كتقول هي فا اذا بها منعطيت دكشي الخوة اخوها ما جابهمش ليك بقاوا عند خوها اخوها اذا بقبضتك الوراق لقافهم الشيك قال اجي انا الشك كذا 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 عمر لي الشك ورجوش يطلبوا مني المسامحة وطلبوا وعرضوا عليهم بالغمالي كبير وهات الشي عندي مش جل وصيفتوا لي ناس كيتلبوني قالوا اخي نعطوكم بالغمالي وقرع لي واحد الايد القرآن قلت لك انا بنتي مغتصبوا قد نشتفال الفلوس قالوا لا فدية مسلمة الى اهلها بحالة قال اينا مجبتاش من الاول قلنا وقترحوا عليهم بالغد الفلوس كبير وانا تقولوا مهرية هي كنساوي معاهم باش القانون ياخذ لي حقي وانا كنتفاجئ على الساناتين هاتي تقريبا المغتصب المغتصب اخي مطلوق مطلوق ملك الجلسة كم نشيو الجلسة تغيب واحد الربعات الجلسة اللي ولانين تغيبهم كيتغيب كتأجل كيغيب كتأجل ما عرف شنعاش غيب ربعات المرات واش كيجيب شجاة تطعب بيلا شي حاجة دبولة تيحضر وتحضر بواحد اللي بيسا بقاعدة وكينشي اشارت وكينشي بدي يدحك وكينشي حويش كتستفزني فمتي ما عندي ما ندير اشنو غادي ندير هرا لا تبعت الافكار دي العباد لا رانو اللي يعني لغا دي الحبس اكا نقن سننا نقنطلب سعما من العادلة تقبل حق ديالا وكين دبالاخ ديالو دباته هو رات لقيته غالا دي تلتي ايام صدفة غادي وزوجة ديالو وعنده جوج ابني تسد اللي مزور ريالشيك مزور ريالشيك في مئة عشرات المليون واخدام عرصاته وكيمشي وتيجو وكيمارس الحياة ديالو طبيعي كأنشي علم يكون معيطولو ما سولوا فيه ما داروا تحاجة بقي ما تدرولو سنتين هذي واخدام مشاهدين الكرام مرة اخرى لتنوي الرأي العنف مسجد التاني اللي هو مهم في الموضوع الحوار الاول اللي كنت درجة درجته معه كان الزوجة والزوجة يعني اعتذرت لي هندمات على متل السلوكي الا ان خبر يقول عكس خبر جديد يقول عكس هذا الكلام ولي ستسمعو دابا قلت لي يا زوجة مشت من موراك خبر الشاب كيف حeds اول شيء التنازل هذه الزوجة ليه درجة اول حاجة مشت arche ام تدهرتوا? ما قررت تهاري خنافات الان اعرف تناورات يسد بذال يمن приدي شفتو بعيني نكرavam الحف Ner during Osad قريبا انت شيء على ربعا شخص بشفتو بعيني�eno باني تناورت تنازل ممن ردت قها لم من قيل تончetera ابم الان سلت عbert درجة ما له مدرسة شانة تنازول قلت لي ياخو يا حتي كت مشي بحل آمانة أيها بحل شى آمانة بحل قفا متياز د訂 دنتي وقال Beef ثداث على رجل كل الدباب ب synerجى التنزل ąćä التنزل السيد المراضي اللي درت التنازل واني اللي بتنرقز عليه انا هو ان بنتي عنده 18 عام و 3 شهور هي اللي درت الشيكية بيديها ما يمكنش لي انا ندير لها التنازل لما مهدي لها التنازل لأي انسان يدخلها في ذلك القاضية خاصة التنازل ديرو هي بنفسها دابا هاد المغتاصب اللي اغتاصب لي بنتي اعطاوه صراح و بلا جلسة تفاجأت انا خرج بلا جلسة حنا لدينا عند قاضي التحقيق رجعوا والسيجن مشينا احنا في حان اعطانا واحد التاريخ باش تكون الجلسة اثناء احنا كنت سنو الجلسة باش غيت تحكم حتى تعيط لي واحد السيد قال لي شنو درت المعنسيبك لغتاصب ليك بنتك قلت له رو في السيجن اقال لي هو غادي قدامي اهو اغدامي لابس الجين زرق و قلت له راه اتشابه لي كلام ما شي هو قل لي راه و قلت له لا صاحبيره ما شي هو راه في الحبس راه جنايات و قلت له ما كله جنايات راه و راه و خرج قدامي فمشي تسولت عايت لانشي ناس ملاعي لقلي فعلا راه خرج اترجع معي السؤال اللي قلت لي يا كيفاش فسرت لك الزوجة ها التنازل قلت كيا ما درتش تنازل وشنو هذا اللي دارت قلت لي يا ايا داني اخوية المقاطعة حيث كتبقات مشيكي عطول البوليس كيبقوا يسولوها وتعيطولها فاقات التحقيق وداشي قل لي باش لما تقيت تعدبي ما هي علاقة دل حال انا عندي اه الزوجة ديلي مستوى الدراسي ديلي اعداد مواصلة ولكن اذا الاخطاء القديمة اهلا اقل انت الزوج ديلي ده بتستاشر معاك انا ما عارش قتش التاريخ انا منعطاني الاخر في التنازل ما عارش قتش التاريخ ما مردش البل التاريخ حتى ننفعلش شدي التنازل بيدي تنازل شديته بيدي اخاك شتو قال تنازل مني هدرت مع الزوجة قالت لي يا راه اخوية داني المقاطعة التاريخ طيلا المقاطعة اذا ما عارش تعلمش انا اشتقرنت تنازل بصيفتي اه 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 ا ام الضحية هذي اللي я قلقيت عليها تنازلوا من جهتيre في مقاطع وتنازل مني يمكنängt القراءة في القوة انت عارش هاد تنازل واش الدار في الفترة الاولى منكن انت انت بقين جارين عليك من الدار او salad تلاصي المهم هو انت عاد سقطين الخبار في الدوص públic اكين تنازل مني خرج هو بماشيت تنجري التنسول واح تصيلacci شديدا نسخة كاملة المحامي دينا القيادة في هذه العبادية التنازل وقالها صابت في ذلك الأثناء المهم الشاهدون عندنا أن هذا التنازل الذي يأخذوا به هنا بنتي عندها 18 عام وشهرين 18 عام وثلاث شهر ذابا هي قال لها أخوها هذا التنازل قلت صابوا به لي ما هي قلت لا تنازل قلت صاب واحد ورقة باش نتقش حضرين قلت ينوب عليك هذه المحامي قلت لا تدري شي تنازل المحامي هذا شي لك هذا مطلوق المغتصيب مطلوق وما يحضرش تمانيات الزلشيس تتأجل تمانيات الزلشيس بقام عايف هالتنازل حتى هو موضوع مهم هالتنازل سواء كان في الأول ولا في الأخير انت ما ضابطش انت تاريخ دياله علاش ما قلت هاش اللي كان دارتو في اللول تخبرك تقول لك ما درتو واحد تنازل واحد الورقة شنو فيها شنو فيها ولا راسنيتش ورقة ولا ما عافش دياله سواء دارتو في الأول ولا في الأخير للآن ما قلت لك ترقيت انت في الملف مني وجهتي بيعطت كذلك معطيات لماذا ما قلت هاش لك قلت لي انا ما عارفاش واش اجرت تنازل قلت لي انا ما عارفاش واش هذيك الورقة لديت انا اي سينيت وطارت تنازل هذا قلت لي انا جابوا لي ورقة مكتوبة كتبها الموحامي قلت ليسيني فيها باش ما تبقاش انا عاقل باش ما تبقاش تمشي عند قادية تحقيق بلا ما تبقاش تمشي وهي سينيت معاهم هذيك الوريقة سؤال شبه اخير اللي عندي معاك اللي بني يا مريم كديرها بسكين واشا نقول لك بنتي يرى ليه هالله ماش غادي نقول لك بنتي هالورقة ديال الدواء وما كينين دينا هالطباب وتالطباب اشكل يذوي ذوي بنتي 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 أنا اللي ذويتها كنت هالله فيها وشرت لها تليفون وكندي لها هذي وكندي لها وكن واعدة باش نتمشي الخارج ودوزت لها واحد الامتحان أه ألفين درهم معاشي شنا واهب في التليفون وخلصت ألفين درهم حلا كن نوهم بنتي بأنني غنصفتك الخارج باش تبراح تقول لها بنتي اللي رضي عليك تبتي معايا واحد العويم ولا عمين هين قددوا هذه الوريقات دينا وذلك الشي ونصفتك بنتي الخارج دباهي باش بحال شوية شدة لا بنتي لدي لا حلا ولا قوات إلا بالدليل بالوراق دينا لتنبط طبيبي نيداء ديالك الأخير لمن كتوجه في الموضوع تفضل والنيداء ديالي كن وجهه الله سبحانه وتعالى هو الأول وهو الأخير أنا كنشوف أنا بايتغين نفهم بايتغين نفهم كيفاش هاد المغتاصي بتلقوه ده باب مطلوق هو قبل رمضان قبل رمضان ليل العمل لي فت تلقوه واحد مدة زمانية قبل رمضان وجهه رمضان وجهه رمضان واحد اخر وده بام مر رمضان هاي ده بادة اربعة شهور فرور خمش شهور عام ونص هو مطلوق في حال صراح وكان مشي ولي الجلسة كان مشي أنا وكانت دي معايا بنتي وكانت دي معايا جوش شهيدا اللي عندك يخصوه محضروه ضروري واحد ديك المرة جاء من المكناس جاء من المكناس طلبت وفاق مع الساة الصباح ركبت المركوب جاء عندي من المكناس واحد مريض جايب لعبعكوز وكان جمع ديك كونتو تلمح كاما تقول تأجلت المرة الخرانية لاش تأجلت الموغ تاسيب جاء قال لك الشهود دياله هو ما جاوش واش خندرحنا بشي شهود دياله والشهود دياله كانوا معاه هو ملي كان يمارس معاه ديال الشهود وهو مع تارف بعظماتي ليسانيه والطبيبة هاي اللي جابوه ليه في 2013 وهو بفمو تنقول له واش ندرتي معا بنتي قولي درت معاه وما فهمتش أخينا بسؤال الأخير اللي عندي معك هالقتك دب انت في الزوجة انتم واكن عايشين فاضدارك ومعك الوليدات ومعك بنيتك وهال كيفش الجو عندكم فاضدار شو اللي بغيت نفهمان وذب الجو اللي عندنا فاضدار المراد يليها هي معايا دبا مرتي لحوها وليديها ولحوها اخوتها اخوتها لحوها ومها ما كتذرش معاها اخوتها لحوها ممكنش رينا اللوحة الى كنو هما مزيانينش انا كندير بحساب الله انا ندير بحساب الله وخا انا في موقف قوة انا في موقف قوة الى كيمة يقول ممكن انت عدى عليها يمكن انجري عليها يمكن مئة الف حاجة ولكن كين الله ولا تحسب ان الله غافلا عما يعملوا الظالمون احنا دبا مبقى قد ما فات الى يوم الدنيا اخضى الاخرى ربهم الله يرحموا الله يرحموا لي توفى بوم كن متغيب هتو مستش نقول كن متغيب فليبيا بوم رسانوات وفليبيا لا اترى له تجت واحد البراية كنت جيت ديك ساعة الحمد الله جيت انا من الحج في الفين وجوج وجيت لقيت واحد الجواب جاء على ديك ساعة مكنش جيت واحد البراية عندهم تضار بأن الاب ديالو مجدوه فليبيا ومشيت عبدو رباه ضاعف اخواتي الليبيا اخواتي الليبيا وما عارف والو ديك ساعة فليبيا ربي صخر ومشيت عند الاب ديالو قلت مسكين في واحد الحالة يرتع عليها الله يرحمه في هذه الساعة وجبته معايا من الليبيا قلس معايا في الدار بفضل الله قلس معايا وقلس معايا وقلس معايا والحمد الله والحمد لله والحمد لله قامنا معا بما يرضي الله علاش زوروا لي الشيك هذك قلس معايا هذك نسيب لي زور لي الشيك اذا ما ارى الله سبحانه وتعالى غادي يخفي الحق تنتمنى لك التوفيق يا ربي وتاخد الحق ديالك وشكرا لك مشاهدين الكرام كما تبعتم معنا الجزء الأول اللي كنا تناولناه هو والزوجة اللي اعترفت رغم أن مجموعة من مستجدات جديدة قمة في الغرابة ولكن الحمد لله الحقبان في الشيك اللي كان هو مقبل على السجن لأنه الشيك كما وضح لنا في القانون وثيقة بنكية لا تعطى على صبيل الضمان وكذلك وثيقة قابلة للصرف في أي وقت مشاهدين الكرام هو الحمد لله تبعت أنه ماشي هو كذلك أدلة أخرى أنه موضوع النقاش مع الأسرة هو كالمطروض النيابة العامة بطبيعة الحال القضاء الجالس لهم سلطة تقديرية في الموضوع لتي بها الحقيقة أكثر في الموضوع الشيك الثاني دي المريم بنته وطرف لي وموضوع النقاش حاليا في حال الصراح والقرار في الأخير بيدي القضاء مشاهدين الكرام ما يهمني في الموضوع أكثر هو الشيك الاجتماعي دي العادة الراجل الضحى بالغالي والنفيس من أجل الزوجة والفيدات دياله وتنسابه إلا أن البعض له رأي آخر مشاهدين الكرام هذه قصة للعبرة ونحن على تتبع هذا الملف وسوف نوافقكم دائما بالجديد مشاهدين الكرام شكرا لكم موسيقى 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 موسيقى